السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة Good Twins طبعا أصدقائي اليوم إن شاء الله موضوعنا عن تفعيل حساب AdSense. إنت كيف ممكن تربط حساب AdSense تمام؟ يعني في النظام أو الحساب البنكي طبعا يا جماعة أنا موضوعي متعلق بأهل غزة بأهل غزة يا جماعة وإنتوا عارفين لشو يعني أهل غزة يعني العزة والشهامة طيب تمام عمسيس وضيكاش تتكلم كتير أعجل في الموضوع نونة بصلي يا معلم لو إحنا طلعنا من هانا جماعة نونة تمام؟ خليني أدخل على حساب ال AdSense ركزو يا جماعة في الموضوع لأنه مهم خلايا مخك يا هانم شغليلي يوم نونة طبعا زي ما أنتوا شايفين أصدقائي أنا هالوقت اجيت ودخلت على حساب ال AdSense طبعا كان فيه تقييد هان بفضل الله زلتو طيب تمام عمسيسو هالوقت يا جماعة خليني أضغط هان نونة وأضغط السيد العزيز على قسم اسمه قسم الدفعات قسم الدفعات يا جماعة طيب يا عمسيسو زي ما أنتوا شايفين يا جماعة فتحت معي الصفحة هادي طيب تمام سيسو سيسو اسمعني يا سيسو أنا فلسطيني هو أنا عشاني فلسطيني يا سيسو ما بنفعش أعمل حساب هو أنا لازم أكون أمريكاني يعني مثلا طبعا لا يا حبيبي انت كتكوت مصمسم نونة هيك كتكوت يعني بناء دا محلاوة يعني موز يعني لازم تقبض من AdSense يعني عشانك فلسطيني لازم تاخد فلوسك من البنك الفلسطيني بص لي يا معلم خلينا أنزل نونة بالشكل هاد وأضغط على كلمة إضافة طريقة دفع او ماي جاد عمسيسو لو أنتوا لاحظتوا أصدقاء قناة جودتوين زي ما أنتوا شايفين هان تمام فتحت معي الصفحة هادي تمام إش اللي بدنا نسويها هان يا عمسيسو اضغط لها على كلمة إضافة تفاصيل جديدة للتحويل الإلكتروني بالشكل هاد طيب ممتاز هل وجد معرف المستفيد اختياري شو معنى أصلا هادي معنى هادي يا سيد العزيز أنت بإمكانك تسمي اسمك يعني إش اللي بدكية أنا واحد من الناس بحب هادي مثلا أسميها بالشكل هاد تمام أنا هو عندي عدة حسابات مثلا هادي بدي أسميها سيسو عشرة عشان أقدر أفرق ما بين الحساب هاد والحساب التاني تمام عملت وكله تمام مية في المية طب يا سيسو هل وجد إش اللي بدأ أسويه بعد هيك بصلي أمعلم هانا بيطلب منك الاسم على الحساب المصرفي يعني أنت البطاقة تبع تلفيزا تمام أنت اسمك إيش مكتوب فيها مكتوب بالعربي ولا مكتوب بالإنجليش تمام أكتب محارف مكتوب بالزبط إيش المكتوب بالزبط في اسمك تمام أكتب لي يا هان إنجليش يا جماعة طبعا هما المصارف دايما إنجليش بكتبوه فأنت حاول تكتب اسمك رباعي رباعي بالإنجليش طيب تمام عم سيسو الآية هادي وصلت طب يا سيسو بعدك إيش بدأ أسوي هانا بقولك اسم البنك اسم البنك اسم البنك تبعنا شو هو بالزبط بصلي على الفيديو هذا اللي بدأ يعني أفتحه إليك على أساس تفهم السيستم كيف طبعا زي ما تشايفين أصدقائي هذا هو البطاقة أو الحساب تبع التوفير تبع بنك فلسطين تمام أصدقائي أتمنى منكم إنكم تعملوا زيه الأصدقائي الموجودين في فلسطين في غزة في الضفة في أي مكان بإمكانكم تعملوا زي هذه البطاقة قصتها سهلة يعني الشغلة بس عصبونة صغيرة لتشغله كل القصة بتطلع على البنك تمام بمئة دولار تدفع وبتقدر تعمل الحساب هات وبتقدر كمان تسترجع فلوسك عادي تمام بس كل القصة إنه تشغل العصبونات نونا تماما هانم صح صحي نونا يا أستاذة طيب تماما جماعة بعد ما شفته الفيديو وبعد ما شفته البطاقة معناته أنا يعني الحساب المصرفي أو اسم البنك أو اسم المصرف ايش بنا نسميها جماعة بانك أوف بلستاين تركزو يا جماعة الشغلة مهمة مش لعبة بانك أوف بلستاين طيب يا عم سيسو بعد ما عرفنا اسم البنك يا سيد العزيز السوفت لهذا يا سيد العزيز الرقم إحنا كيف بدنا نعرفه وهل هو مختلف من شخص للتاني أو من مكان للتاني طبعا لا السوفت يا جماعة الرمز هذا اللي بدو إياه هو متشابه في كل أراضي فلسطين تمام هو بدو ينكتب بالصيغة اللي بدأ أكتبها هالوقت بصلي يا معلمي منيح طبعا زي ما انتو شايفين أصدقائي لو انتو لاحظتوا هذا هو الرمز تبع السوفت الفلسطيني يا جماعة هذا هو الرمز الخاص في بنك فلسطين تمام يا جماعة تركزو الشغلة مش لعبة الشغلة مش لعبة هيني بعيد تاني هذا هو الرمز المخصص لكل أهل فلسطين تمام انت بحق لك قانونيا إنك تستخدمه وبما إنك ضفته بإمكان الدفعة إنه تصلك لقدام طيب تمام يا عم سيسو هل وجد فيه شغلة مهمة هانا بقولك بدي رقم الحساب بصيغة أيبان طب يا عم سيسو أنا كيف بدأ أحصل على الرقم هذا أصلا؟ هل أنا لازم أطلع على البنك وأتبهد الغاد على أساس إنه أحصل عليه؟ طبعا لا يا معلمي أنت قدامك كل إشي بس بدك تشغل العسبونات نونا بصلي يا معلم خلينا نطلع منها نونا يا جماعة وندخل على متصفح جوجل تمام؟ لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة أنا دخلت على بنك فلسطين تمام؟ خليني أنزل نونا لتحت طبعا لو أنت لاحظتها صديق العزيز تمام؟ هانا ما أقول لك يا سيد العزيز اختار الفرع تمام يا معلمي؟ تركزي نونا يا هانم ماشي يا عم سيسو اجينا وبدنا نختار الفرع بالشكل هات لو أنت لاحظت عندك كل المناطق اللي بتتعلق في فلسطين تمام؟ خلينا إحنا نركز نونا أنا من وين يا سيسو؟ أنا طبعا من غزة لو أنت لاحظت في عندي رقم 451 الناس اللي ساكنة في الشجاعية تمام؟ الناس اللي ساكنة في الشجاعية الرقم 451 تمام؟ خلينا أضغط عليه لهو القسم الرئيسي ركزي يا جماعة كويس طيب ممتاز عم سيسو أنا بقول لك بدي رقم الحساب طبعا رقم الحساب هو رقم اللي أنا يعني صورته في الفيديو زي ما تفاجنا يا جماعة رقم الحساب بتكون من خمس أحرف لسبع أحرف وهم اللي بتعلقوا في الحساب تبعك طيب ممتاز عم سيسو طبعا الحساب تبعك بالإيش؟ بالدولار الأمريكي لازم تحدده تمام؟ إذا كنت عامله بالدولار الأمريكي ما كنتش عامله بالدولار الأمريكي معناته بدك تحدده بالشكل الاسرائيلي او على حسب ما انت عملته طبعا انا دولار امريكي طيب ممتاز طب نوع الحساب انا حساب توفير بدي اجي اعلم وبالصيغة هادي يا جماعة طيب ممتاز عم سيسو بعد هيك يا جماعة لو انت لحظت في عندك هنا صفار اضغط لعليهم لو انت لحظت في عندك تسع ارقام او عشرة انت اعلم بس على الصفار هادي ما تلعبش في غير هيك يا معالمي زين اهم شغلة يا جماعة الرقم لهان ينضاف صح هو سبع ارقام في الحدود هادي من خمسة لسبعة هو بكون مكتوب على البطاقة تبعتك تمام بعد ما تكتبوا مية في المية خلينا نضغط على كلمة انتج الايبان طبعا زي ما انتم لحظين اصدقاء قناة good twins انا هيك اتحصلت على الايبان اللي بدي اياه تمام خلينا اضغط عليه نونة بالشكل هاد واضغط يا سيد العزيز على كلمة نسخ هيك انا بكون عملت الايبان اللي انا محتاجه يا جماعة خلاص الله يعطيه الف الف عافية طبعا زي ما انتم لحظين اصدقاء قناة good twins انا هان اجيت لسقت الايبان تمام لسقت الايبان اللي طلعته هتو هو هو لسقتهم بالشكل هاد ممتاز هالوقت انا بعد ما لسقت الايبان وكله تمام طبعا لازم اكتب الاسم يا جماعة رباعي الاسم رباعي وبعد ايك اتا سيد العزيز تمام يا اما باحدد يعني ضبط كطريقة دفع اساسية يا اما باقيمها اذا كان في حساب تاني طبعا هو انت لازم اتحددها اذا احساب واحد لانت ضيفه احساب دفع واحد تمام بعد ما تكتب الاسم وكله تمام اضغط على كلمة حفز زي ما انتم شايفين يا جماعة اجيت انا اضغطت على كلمة حفز تماما جماعة هالوقت هيكت بتكون العملية يعني انحفزت معي بنسبة مية في المية خلاص انا هيك ربطت لحساب البنكي تماما اصدقائي انا هيكت ربطت لحساب البنكي وهيك هيك صارت معي نظام اساسي نظام اساسي يا جماعة هيكت خلاص انحلت مشكلتي تماما ولو انتوا لاحظتوا هان يا سيد العزيز تمام انا هانا بقولي قد تم تغيير في طريقة الدفع الاساسية ويقول لضمان حمايتكم من هالقصص السادي في النهاية انا عملت وجبي وزيادة طبعا زي ما انتم شايفين هانا اساسية هانا بقدر احزف هانا يا سيد العزيز بقدر اعمل عملية تعديل لو انا بدي اعمل تعديل تمام يا اصدقائي هيكت الصورة بتكون وصلت طب يا عم سيسو انا هالوجه تسيسو لو انا اجيت ربطت لنفس ما قولت بالزبط تمام ووصلتني دفعة انا كيف بدي اقبضها او كيف بدي اعرف انه انا الدفعة بالفعل وصلت للحساب التبعي بصلي يا معلم خليني نطلع منها يا جماعة وندخل على جوجل بلاي تمام جوجل بلاي زي ما انتم شايفين اصدقائي هذا التطبيق اسمه بنك فلسطين لازم يتحمل عندك بس بعد ما تحمله عندك لازم تطلع على البنك على اساس تقدر تشغله على اساس يا معلمي تقدر تشغله وازا شغلته من خلال البنك تمام بالاتفاق معهم هيك بتقدر تشوف كل شيء بصير في البطاقة تبعتك يعني بتقدر تعرف راسية تبعك التفاصيل والشغلات هادي هل وصلت دفعة هل ما وصلت الشغلات هادي كامل يا بنعم بتقدر تعرفها اما بالنسبة لترجة الدفع ازا كانت البطاقة تبعتك البنكية اللي هو يا سيد العزيز حساب التوفير مرتبط بفيزا فانت بامكانك من اي صراف تمام تسحب فلوسك بكل سهولة اتمنى اصدقاء قناة جودة وينز انه هيك تكون الصورة وصلت كامل مكمل الله يعطيكم الف الف عافية وكل التحيات لكم وسلام عليكم اشتركوا في القناة